نعم في تقديري الأهداف بتاحة وين الأهداف بتاحة؟ بالنسبة إلى طائرة الهدهد وبعدها نجي إلى صماد ثلاثة الطائرة الهدهد تتسب بصفتين البصمة الصوتية منخفضة جدا والبصمة الرادارية تكون معدومة وبالمناسبة الطلاق في الكربون للطائرات الغلاف الخارج للطائرات وسرعتها قليلة ممكن أن يسبب عمى راداري يعني ممكن أن تتخطى الرادارات دون أن تشاهدها إنه أساساً الرادار يرسل إشارة هذه الإشارة تصطدم على عواكس جدار جسب الطائرة وتعود يحسب المسافة بين ذهاب الإشارة واصطدامها وعودتها يحسب الارتفاع وحتى السرعة والمسافة لأن المسافة التي ذهبت لها الإشارة من تحود تحود مسافة أقصر فقصر المسافة بين الذهاب وبين العودة يحسب من عده التفاصيل يعني للارتفاع والسرعة والسرعة وطبيعة الهدف لكن إذا كانت غطاء غلاف الطائرة مغطأ بالكاربون فممكن أن يحصل التشتت فضلاً عن أنه لا يكون أملس ناعم وإنما فيه حبيبات أو خشن هذا أيضاً يؤدي إلى تشتت هذه الإشارة اللاسلكية التي يرسلها الرادار فلتشتت في كل الحالتين سواء كان الطلاق ليس مليسل ولا يحتوي على كاربون الطائرة تكون غير مكشوفة فضلاً عن قلة السرعة قلة السرعة معظم الطائرات يعني منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية هي أرو 2 أرو 3 وحتى الباتريوت هذه بالحقيقة تتعامل مع الأهداف واطئة الكلفة واطئة السرعة على أنها أهداف ليست معادية لأنه ممكن أن يكون طائر يحمل رقاقة معدنية ما لهذه التجارب اللي يجردوها على الطيور ممكن أن يشكل عندك هدف في بعض الحال بالرادار لكن الرادار يميز فالغرض أنه إحنا في طائرة الهدهد البصمة الصوتية والبصمة الرادارية عندما تكون معدومة فمعنى ذلك أنه قدرة اقتحام الجو واردة جدا تبقى قضية كيف تستطيع هذه الطائرات التي ممكن أن تخترق الأجواء أن تحمل حمولة لاحظنا في طائرة الصماد الثلاثة الوزن الإجمالي يعني الفول لود لهذه الطائرة هاي الطائرة لدروم هو خمسين كيلوغرام اضطروا إلى أن يحملوها عشرة كيلوغرام لأن كلما قلت الحمولة كلما طال المدى وهم كانوا يحتاجون أن تصل الطائرة لألفين كيلو متر طبعا واحدة من الرسائل أنه من اليمن ضربت ضربت تل أبيب بألفين كيلو متر تقريبا أيضا إسرائيل من ضربة إجدت قطعة أيضا ألفين كيلو متر وكأنه الجميع يتحدث عن أنه المسافة ما عادت معضلة في ضربات متبادلة بين الطرفين فمن دخلت صمادة ثلاثة دخلت في سلوب مباغة دقيق جدا فيها حسابات الذي تحقق أن طائرة جاءت بطريقة ملتوية بالنسبة لخط الرحلة الروت فضلا عن أنها كانت تحلق بارتفاع من خفض جدا الذي نطلق عليه بالسترايك الضربات الجوية أكو لو لفل مد لفل وهاي لفل بعدين نأتي في بعض الأحيان لتخطي الردع لتخطي التغطية الرادارية لمنظومات الدفاع الجوي نأتي بضربات جوية نطلق عليها باللو لفل يعني منخفضة جدا على سبيل المثال الباتريوت 60 متر فإمكانية إذا دخلت في منطقة تتوقع أن الكشف الراداري للباتريوت رح يحصلك والمنطقة تسمح لك بالطيران المنخفض تنخفض لطيران 30 متر 40 متر فوق مستوى سطح البحر أو مستوى سطح الأرض هذه ممكنة للطيار البروفيشنال وإحنا بالمناسبة اتبعنا هذا الأسلوب يوم اضطررنا وبأوامر مباغته يعني إحنا في القواعد وكان أكو قصف أمريكي إجتنا أوامر قالوا أنقذ الطائرات وطبعا الطيار من يقولوا أنقذ الطائرة يقدم الطائرة على نفسه لأنه يكون ارتباط روحي يعني هذه الطائرة جزء من جسد الطيار فمن إجتنا الأوامر وإحنا نشوف طائرات لتنضرب كنا يعني بعملية ميتين مئة بالمئة بس قلنا لازم نطير وبالفعل حلقنا بارتفاع واطئ رغم كان طيران كثيف في نقل الطائرات واستطعنا أن نوصل طائراتنا إلى إيران وما يؤسف إليه أنه أخذت الطائرات إيران ورجعتنا على الحدود وهذه من مثالي بالقيادة الشرقا وسطيا اللي بالحقيقة كانت أزمة القيادة الشرقا وسطيا هي التي خلت المعادلة أو وضعت المعادلة في حالة قلق في التكافر الغرض نعود إلى موضوع الطائرات فطائرة سماد ثري جاءت بوضعية طيران ملخفض جدا ومشاغلة بأربعة طائرات بارتفاع متوسط هذا الارتفاع المتوسط صبت منظومات الدفاع الجوي نظرها على هذه الطائرات وبالفعل تمكنت القبة الحديدية من إسقاط الأربعة دون الارتفات إلى أنه أكون عنصر مباغة متحقق وهي طائرة مرت بارتفاع ملخفض جدا كانت خارج التغطية الرادارية وحققت عنصر المباغة وهي التي وصلت إلى تل أبيب وهذه طبعا الإمكانية متاحة في تحقيق نوع من المباغة وإسلوب تكتيك في تخطي الإجراءات كما كنا ندرب على مثلا قضية من نسبة للطائرات المقاتلة الطيارين المحترفين يعرفون هذه المعادلة لأنه أنت من تقترب على بطاريات الدفاع الجوي تتحرك كحركة الإفعاس تقدر تكسر القفل بحيث لا تقفل عليك الرادارات حتى تصل إلى البطارية وتضربها